اهلا بكم في النشرة الاقتصادية اعتزم مجلس الاعمال البحرينية العراقية المشترك دراسة تأسيس شركة قابضة برأس مال قدره خمسة ملايين دولار جاء ذلك على هامش لقاء تشاوري نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين لمناقشة المعوقات التي تواجه المستثمر البحريني في العراق ومن المزمع ان يزور وفد عراقي البحرين اواخر نوفمبر الجاري لعقد اجتماع لمجلس الاعمال البحريني العراقي المشترك في المنامة بغية استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين الجانبين واجاد حلول المعوقات الموجودة لدى الطرفين ودع المشاركون في اللقاء التشاوري الى ضرورة تبني استراتيجية من اولوياتها تنمية الفرص والمشاريع المشتركة في البحرين الى حين استقرار الاوضاع الامنية في العراق هناك اذنى في نهاية الشهر راح يكون في مجلس الاعمال المشترك من جانب البحريني والعراقي وراح يكون وفد موجود من العراق وان شاء الله احنا نبقي نستفيد من هذا الوفد لما يكون موجود شنو المشاكل والمعوقات لواجهة رجال الاعمال في الجمهورية العراقية وشنو نقدر نجد برؤوس الاعمال للبحرين بحيث ان البحرين بلد خصبة للاستثمار هناك جهود جبارة مجلس التنمية يقوم بها لجلب رؤوس الاعمال